الشيء الاخر وده شيء مهم جدا ان صدر قرار تاني من السيد رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية او لجنة فنية هتبقى برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء وبعضوية كل ممثلي الوزرات المعنية اللجنة دي هتعمل ايه؟ اللجنة دي هتبقى دورها انها بتاخد كل البيانات من المصانع على كميات الانتاج اللي بتطلع في كل سلعة من السلع دي وبنتابع معهم بصورة اسبوعية المصانع حجم المدخلات مستلزمات الانتاج اللي موجودة هل الكلام ده كافي لانتاج الكميات المطلوبة هل في نقص وبالتالي ممكن يأثر في التسعير بتاع هذه السلع بهدف ان كل اسبوع في مجلس الوزراء حيتعرض تقرير عن الموقف الاسبوعي لهذه السلع وايه الاليات اللي احنا ممكن ناخدها كاستباقية علشان نضمن ان ما يحصلش اي ازمة في هذه المجموعة الاهم في ضوء الظروف اللي احنا موجودين فيها اتفقنا مع اصحاب المصانع لهذه السلع ان يكون هناك مراجعة شهرية للتسعير عشان نبقى متطمنين ان حتى لو هو حصلت اي ظروف فرضت ان حيبقى ممكن يبقى في زيادة يبقى الكلام ده بالتوافق معنا وعارفينه وبناخده منهم وبنعلنه يبقى المواطن على طول على علم بمستجدات تغير الاسعار سواء بالزيادة او النقصان لهذه السلع الاستراتيجية الكلام ده احنا بنقوله بدين بهذه المجموعة كمرحلة اولى هتبدأ التطبيق والقرار طالع انها هتبقى لمدة 6 شهور ولكن الاهم ان احنا هنتابع اذا كان هناك احتياج ان احنا ندخل مجموعة اخرى من السلع حيطلع لها قرار في خلال الفترة الجاية